موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الأخبار والبداية مع العنوين موسيقى ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيرانية يبحثان فرصات تعاون المستقبلية ويشددان على أمن الأمن والتنمية حق الجميع موسيقى بعد الدخول في إضراب مفتوح سلطات الاحتلال تردخ للتفاوض مع الأسرى الفلسطينيين موسيقى الأزمة الداخلية الإسرائيلية تتعمق فجوات خطيرة في كفاءة الجيش والمعارضة تحذر من خطر نتنياه على أمن تل أبيب موسيقى الدفاع الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا موسكو وبيلغورد وتحبط محاولة استهداف سفن في البحر الأسود موسيقى قمة أمريكية يابانية كورية جنوبية في كام ديفيد اليوم والصين تدعوها إلى العمل من أجل السلام إلى الحرب موسيقى التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في جدة وكالة الأنباء السعودية قالت إن اللقاء تضمن عرضا للعلاقات بين البلدين وبحثا في فرص التعاون المستقبلية الخارجية الإيرانية أكدت من جهتها أن ولي العهد السعودي أرسل تحياته إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي ولفتت لأن الحوار تضمن التشديد على أن الأمنة والتنمية حق الجميع أكدت السفارة الإيرانية لدى السعودية أنها فعلت العمل في مقرها لدى الرياض منذ فترة وأنجزت المهام الدبلوماسية والخدمات القنصلية اللازمة وفي حسابها الرسمي على موقع أكس نشرت السفارة الإيرانية في الرياض صورا لوزير الخارجية الإيراني خلال قيمه بجولة داخل السفارة واطلاعه على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها وصف وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بالخطوة الإيجابية والمهمة في الاتجاه الصحيح نحن توطيد العلاقات بين الرياض وتهرانا وفي مقابلة مع صحيفة الرأي الكويتية أكد الوزير الكويتي أن تعزيز العلاقات الثنائية سيسهم في ترصيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بكل تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي أكد أن حرس الثورة في إيران مجهز بأحدث التدريبات والعلوم والتكنولوجيا وأشار إلى أن أهم مهمة للحرسية الحفاظ على الثورة الإسلامية وحمايتها حرس الثورة اليوم مجهز بأحدث التدريبات والعلوم والتكنولوجيا وهو ثروة اجتماعية حيث يعده جميع المسلمين من الشيعة والسنة ملجأ لهم إن أهم مهمة لحرس الثورة اليوم هي الحفاظ على الثورة الإسلامية وحمايتها رغم كل التهديدات والعقوبات والفتان وكان التحدث الرئيسي عن أهمية حرس الثورة في مواجهة الإرهاب وأن دور الشهيد سليماني كان أساسيا في هذا الصياق لو لم يكن حرس الثورة كيف كان وضع المنطقة الآن وما كانت داعش فاعلة لماذا اختلتم بطل مكافحة الإرهاب في العالم لو لم تكن قوة القدس في حرس الثورة ولولا فعل الحاش قاسم سليماني لسيطر الداعش على كل أوروبا إن السبب الأساس في فشل العداء خلال عمال الشغب الأخيرة هو وقوف حرس الثورة والجيش والشعب في وجههم وعدم تمكن العداء من فعل شيء وعلى هامش اجتماع المجلس العلى لقادة الحرس قدم الرئيس الإيراني هدية تقدير لابنة الشهيد قاسم سليماني زينب سليماني هذا وقل وزير الدفاع محمد رضا اجتياني إن بلاده تدعم السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم إن تحقيق السلام والأمن الدائمين يعتمد على الامكانات والقوة الدفاعية إننا ننصح ونحذر نظام الهيمنة والدول التي تتدخل بنا بالابتعاد عن الأذى والاتهامات الباطلة والصنع الأزمات لأن أي عمل يقومون به سيضرهم إيران تدعم السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم وهي ضد أي حرب وعنف في العالم أكدت الحركة الأسيرة وجود صعوبات تواجه المفاوضات بين الأسرة وإدارة سجون الاحتلال وأن الإضراب عن الطعام مازال مستمرا حتى تحقيق كامل المطالب مرسلنا أحمد غانم عدى تقريرا عن معركة الأسرة الجديدة تتفاعل قضية الاعتداء على أسرة سجن النقب الصحراوي في عقاب عملية اقتحام لأقسام السجن تنوعت بين القمع والتفتيش والعزل والنقل للأسرة عدوان ممنهج تؤكل الفصائل الفلسطينية أنه قد يدفع نحو تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها محذرة من تبعات الهجمة على الأسرة قضية الأسرة من التوابط التي لا يمكن التهاون فيها وما جرى في سيف القدس عندما مسوا بالمسجد الأقس المبارك نقول لهم أن الأسرة خط أحمر ألجموا هذا المتطرب بين كفير حتى لا يحدث ما لا تتوقعون ما يجري من اعتداءات وتنقلات في داخل السجون الإسرائيلية هو سيفجر الساحة الفلسطينية ولذلك المقاومة تتابع وتقيم لحظة بلحظة ما يحدث في داخل السجون ونؤكد بأن الأسرة ليس وحدهم في هذه المعرك ولن يكون اللقمة سائغة للعدو السهون والاحتلال هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك لجنة طوارئ الحركة الأسيرة أعلنت دخول أكثر من ألف أسير من السجون كافة في إضراب مفتوح عن الطعام وبشكل موحد ردا على جريمة سجن النقب مؤكدة أنها لن ترضخ للاحتلال ولن تسمح بفرض أي إجراءات قمعية جديدة عدوان تشدد مؤسسات الأسرى على أنه يأت انسجاما مع قرارات المتطرف بين كفير وحكومته اليمينية السجون بمختلفة في هذه الأثناء تشهد حالة من التوتر الكبير والغليان والتصاعد ونحن نتوقع ساعات قادمة ستكون ساعات مأسوية بفعل ما يتم تجهيزه للأسرى هناك تصل معلومات عن مئات الجنود المدججين بالأسلحة وحتى السلاح الحي والرصاص للحي مدججة أمام سجني النقب ونفحة على وجه التخصيص وهذا ينذر لربما بجريمة يخطط لها الاحتلال الصوية لارتكابها بحق هؤلاء الأسرى العدوان على سجن النقب يأتي فيما لا يزال الأسرى الإداريون يخوضون نضالا متواصلا لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري التعسفي يخوض الأسرى الفلسطينيون معركة جديدة ضد عدوان إدارة السجون متسلحين بإرادتهم ووحدة موقفهم فيما تحذر المقاومة من أنها لن تسمح بالاستفراد بالأسرى وأن خياراتها مفتوحة للرد على العدوان أحمد غانم غزة الميادين وللتوسع أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا من رامالة مدير مركز الدفاع عن الحريات ومقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى سيد حلمي الأعراج مرحبا بك وأستاذ حلمي يعني العلو في هذا القرار الموحد من قبل الحركة الأسيرة في مختلف السجون أكثر من دلالة سنتطرق إليها في حديثنا معك لكن بداية أسألك عن المسار الذي ينتهج هذا الإضراب ومصير التفاوض ما بين الحركة الأسيرة وسلطة أو مصلحة السجون الإسرائيلية أستاذ حلمي يبدو أننا فخضنا الاتصال مع أستاذ حلمي الأعراج سنعاود الاتصال بك في سياق هذه النشرة أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد دور فارس في تصطيح للميادين أن العديد من الأسرى سينضمون إلى الإضراب إذا لم يتراجع الاحتلال عن إجراءاته خلال أسبوع لن يكون هذا العدد نهائي وقد أصدرت بالأمس لجنة الطوارئ الوطنية العليا والتي تمثل كافة الفصائل موقفاً يقضي بأنهم سيلتحكون وسينظمون برنامجاً لبدة أسبوع كبرنامج مساندة لكن إن لم يصار إلى تراجع واضح وتراجع كل من كبل دار السدون بعد أسبوع من الآن سوف ينضم عدد أخرى في إضراب مفتوح عن الطعام لكن هذا ليس معناه أن هذا الأسبوع سيكون أسبوع للانتظار وإنما سيتخلله مجموعة من الفعاليات المساندة التي ستشارك بها كافة الفصائل أعود إليك أستاذ حلم الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات ومقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرة تحدثنا من رام الله بعد الترحيب بك لعله كنت أقول لك في المداخلة قبل انقطاع الاتصال بأن توحد الأسرة ضمن الحركة الأسيرة في قرار موحد بالاعتصام المفتوح والإضراب المفتوح في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية عبر مصلحة السجون له دلالة سنتحدث بها سوية في سياق هذه المداخلة لكن أسألك بداية عن المسار الذي تتخذ هذه المفاوضات ما بين الحركة الأسيرة من جهة ومصلحة السجون من جهة أخرى يعني مصلحة السجون والقوات الخاصة المدججة بكل أنواع الأسلحة وبقرار من الحكومة الإسرائيلية تقتحم السجون وتعتدي على الأسرة وتكون بعمليات النقل واسعة النطاق أمام وحدة الحركة الأسيرة تعود هذه الأجهزة الأمنية ومصلحة السجون بالتراجع جزئيا عن إجراءاتهم القمعية لأنهم يدركون أن وحدة الحركة الأسيرة ومعهم وحدة الشعب الفلسطيني قادرة على إفشال مخططاتهم وعلى الرد على كل الإجراءات القمعية التي تقدم عليها مصلحة السجون ولذلك تفتح المفاوضات مع الحركة الأسيرة إذا تحققت الحد الأدنى من المطالب الأسرة يعلق الأسرة إدرابهم المسلوح عن الطعام لأن الإدراب ليس هدفا للأسرة إنما هو وسيلة لحماية حقوقهم ووجودهم ومكانتهم السياسية والقانونية والنضالية أن تلجأ الإدارة السجون بعد عملية القمع فورا إلى فتح حوار مع الحركة الأسيرة هذا أمر مقبول على الحركة الأسيرة وهي من تقرر ذلك المهم أن لا تكون هناك مماطلة وتسويف وأن تلتزم مصلحة السجون بالنتائج وتعيد المنقولين إلى أماكنهم وأن تتوقف عمليات الاكتحامات التي تنفذها الكوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون يعني اليوم حركة الأسيرة كيف تنظر إلى هذا التطور في الاعتداءات على حرية أو على الأسرة بطبيعة الحال من عزل ونقل وتفتيش وحتى قمع وهذا العدوان الممنهج الذي يمثل ليس فقط شريحة معينة من الأسرة إنما باقي الفصال التي ينتمي إليها هؤلاء اليوم لا تكتفي مصلحة السجون بخوض معركتها مع الاعتقالات الإدارية إنما توسع هذه الرقعة لتشمل مجمل السجون وحتى بمعركة شبه مفتوحة إذا صح التعبير كيف تقرأ الحركة الأسيرة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة بالتزامن مع القرارات الحكومية التي يتخذها اليوم ائتلاف اليمين المتطرف وفتح هذه المعركة من داخل السجون أيضا الحركة الأسيرة بوعي تخوض صراع يومي مع الاحتلال ومصلحة السجون وحكومة الاحتلال والآن هي تدرك أن هناك تناقضات وأزم داخلية في المجتمع الإسرائيلي وتعيشها الحكومة الإسرائيلية ذاتها ويعبر عنها من غفير الذي يريد أن يعيد له شعبيته من خلال التحريض على الأسرة تماما كما فعلت هذه الأحزاب الفاشية أثناء الدعاء الانتخابي قبل استلام الحكم وما قامت به من ثن قوانين عنصرية وتحريض على الأسرة وتضييق الخناق عليهم وهم في فدة الحكم سلوك بن غفير يأتي في هذا السياق للتحريض على الأسرة ومحاولة خلط الأوراق وقطع الطريق على الإداريين لخوض معركتهم الشامل ضد الاعتقال الإداري التعسفي ولكن الحركة الأسيرة بوعيها الأصيل والمتقدم هي قادرة على إدارة شؤونها بإبداع والرد من برامج نضالية تكتيكية واستراتيجية وخطوات نضالية مختلفة على كل ما يمكن أن تتعرض له من قبل مصلحة السجون أو من قبل الحكومة الإسرائيلية وبالأساس بوحدتها ووحدتها العضوية مع شعبها وحركته الوطن مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرة حلم العرش حدثنا عبر الهاتف من رمالة شكرا جزيلا لك وتحت وسم نفير الأحرار عبر نشاطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم قضية الأسرة تأييدا لخطواتهم النضالية التي يخضونها ضد اعتداءات إدارات سجون الاحتلال الناشطون أكدوا في منشوراتهم أن الأسرة ليسوا وحدهم في هذه المعركة وأن خلفهم شعبا ومقاومة التفاصيل في هذا العرض لمحمد عز الدين أهلا بكم مئات النشاطاء الداعمين لقضية الأسرة في فلسطين كتبوا على منصة اكس تويتر سابقا منشورات تدعم وتؤيد خطوات الأسرة النضالية التي يخضونها ضد اعتداءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت وسم نفير الأحرار كتب محمد لا تتركوهم لوحدهم فيما تحدث إسلام أحمد أبو ندى عن تعرض الأسرة لأفضع الجرائم داعيا إلى تلبية نداء النصرة بالمسيرات والوقفات وإشعال نقاط التماس مع الاحتلال أما سوسا حسن فكتبت أسر النقب يتعرضون لجريمة مروعة في ظل صمت دولي وأكدت أن عدوانا لاحتلال على سجن النقب سابقة خطيرة جدا مع بدء نحو ألف أسير من سجون الاحتلال كافة الإضراب المفتوح عن الطعام كتب أبو جهاد اقتحام اعتداء نقل تهديد قمع تمديد انتهاكات إسرائيلية متصاعدة بحق الأسرة الفلسطينيين فيما قال أحمد منصور إن الكيان المأزوم يشعل فتيل السجون لكن النصر الإلهي سيكون للأسرة محتوما بينما علق أبو راغب وكتب الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن حياة أسرانا وسلامتهم في سجن النقب وكل السجون هذا وانطلقت دعوات للخروج بمسيرات حاشدة نصرة للأسرة الذين تعرضوا لهجوم همجي من قوات القمع في سجن النقب مع اقتراض موعد تجديد التفويد لقوات اليونفل في جنوب لبنان تمارس إسرائيل ضغوطا كبيرة على الدول الأعضاء في مجلس المن للرضوخ لمطالبها تقرير من ألسماعيل معركة دبلوماسية مباشرة وغير مباشرة تدور بين لبنان وإسرائيل بشأن البنود التي سيتضمنها تجديد تفويد قوات اليونفل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان المقرر في نهاية شهر آب أغسطس من كل عام بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية التوتر بين لبنان وإسرائيل لا ينتهي عند الحدود الشمالية بل ينزلق إلى الأمم المتحدة وإلى المعركة على تجديد التفويد لقوات اليونفل حيث يخشون في إسرائيل من الخضوع لمطالب لبنان مساع عديدة وضغوط كبيرة تمارسها إسرائيل على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإدراج بنود لم تكن موجودة في بيان تجديد التفويد كالتطرق إلى وجود نقاط أقامها حزب الله على طول الحدود مع فلسطين المحتلة في إسرائيل ولبنان يديران معركة رأسا برأس في ألوقة الأمم المتحدة بشأن القرار الذي يفترض أن يتضمن موافقة أعضاء مجلس الأمن على تمديد تفويد قوات الأمم المتحدة عند الحدود في المقابل بند إشكالي من ناحية إسرائيل يتعلق بحرية حركة قوات اليونفل في مناطق عملها في لبنان حيث يرفضون في تل أبيب إضافة عبارة بالتنسيق مع الجيش اللبناني وهي ستوفد لهذه الغاية في الأيام المقبلة طاقما رفيع المستوى للعمل على خط الدول الأعضاء في مجلس الأمن لثنيها عن إدراج هذه العبارة في بيان التجديد إسرائيل قلقتهم من بند محدد مرتبط بحرية عمل مراقب قوات اليونفل وإلى أي حد يجب أن يعملوا بالتنسيق مع الجيش اللبناني ويخشون من طلب تنسيق كامل بين الجيش اللبناني واليونفل ولذلك تدار معركة حول هذا البند حيث سيتوجه وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة لإجراء لقاءات في الأمم المتحدة في محاولة لتأثير على قرار مجلس الأمن وعلى وقع النقاشات المحمومة الدائرة في أروقة الأمم المتحدة بشأن تجديد تفويد قوات اليونفل يمارس ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة قلعاد إردان من جانبه ضغوطا دبلوماسية خلف الكواليس للخضوع للمطالب الإسرائيلية في سياق الأزمة الداخلية الإسرائيلية لأخذة بتوسع حذر اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك كابنانا إسرائيل في طريقها إلى الهاوية مؤكدا وجود انهيار كامل في بنية الجيش الإسرائيلي إسرائيل في طريقها إلى التدهور وخراب الهيكل الثالث في حال نجحت الاحتجاجات وألفت حكومة جديدة لا يكون هناك جيش للدفاع عن إسرائيل هناك انهيار كامل في بنية الجيش ولسيما مع إضراب ضباط كبار ممن يديرون حروب سلاح الجو على نتنياهو ترحيد الخصوم ووقف كل الخطوات القضائية قبل سقوط إسرائيل في الهاوية تكثف القوات الأمريكية تحركاتها في العراق وأخيرها وفق مصادر الميدين حركة نقل هذه القوات التي بدأت منذ خمسة أيام أتية من الحدود العراقية السورية إلى قاعدة حرير العسكرية في أربيل أو إلى موقع فيكتوريا العسكري بمحاداة مطار بغداد الدولي أبدالله بدران والتفاصيل من ثلاثة محاور ولثلاثة مواقع تحركت دعم الأمريكي لقواته في العراق الأول عبر تحرك رتل يضم شاحنات مدرعات وناقلات جند وعربات عسكرية من منفذ الوليد غير الشرعي بين العراق وسوريا إضافة إلى تحرك رتلين عسكريين لوجستيين الأول من القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف السورية والثاني من الكويت ارتال الدعم الثلاثة توزعت على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة حرير بأربيل بكردستان العراق وفي موقع فيكتوريا العسكري في العاصمة بغداد التحالف أعلن أنها حركة إعادة انتشار وتموضع فيما رصد خصوم واشنطن الحركة وربطوها بالتطورات الإقليمية والدولية وجددوا رفضهم لهذا الوجود العسكري موقفنا ثابت نحن نرفض هذا التواجد تحت أي مسمى سواء للاستشارة أو للتدريب القوات الأمريكية متواجدة هناك قوات أسكرية قتالية في داخل الأراضي العراقية وأيضا في داخل الأراضي السورية للحفاظ على المصالح الأمريكية في هذه المنطقة رسميا تعيد بغداد التذكير بعدم حاجتها لأي قوات أجنبية على الأرض العراقية مكتفية بأن محاربة داعش تتم بشكل كامل على يد العراقيين في المتابعة والرصد والاستهداف أبدا لا يوجد أي دور قتالي للتحالف الدولي مجرد استشارة وتبادل المعلومات السخبراتية والتمكين في مجالات تدريب والتسليح والتجهيز وكانت القوات الأمريكية قد أجرت عمليات استطلاع جوي في سماء قاعدة عين الأسد غرب العراق وعند الحدود العراقية السورية لتأمين حركة قواتها ونقلها إلى القواعد العسكرية وبينما بررت قوات التحالف حركتها بأنها عملية تغيير الروتينية وبينما يرصد خصومها هذه الحركة التي تمثل إعادة انتشار وتقدير لجهوزيتها العسكرية تبقى العين عند الحدود العراقية السورية وخط الرط البري للفصائل العراقية وحلفائها في المنطقة وغرب آسيا لمنع أي محاولات لتحييدهم عن أي تطور نافر عبدالله بدران بغداد الميادين قصف الجيش السوداني بالمدافع الثقيلة مواقع للدعم السريع وسط مدينة تومدرمان في حين ردت تقوى الحرية والتغيير على خريطة الطريق التي قدمتها الحكومة والتي تقوم على وقف فوري للقتال وتشين حوار شامل يؤسس لمرحلة انتقالية شهود عياء قالوا ان اشتباكات بالاسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت جنوبية العاصمة الخرطوم مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وفي مدينة نيال غربي السودان اكدت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش والدعم السريع في احياء التكساس وكراري والودائي واشارت الان تلك المعاركة دت لموجة نزوح بسبب تساقط القذائف على منازل المواطنين ندد مفاوض الامم المتحدة لحقوق الانسان فالكر تارك بقرار المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم محذرا من ان الحرية في النيجر اصبحت في خطر مفاوض الامم المتحدة اشار الى انه لا يوجد اي اساس لمحاكمة الرئيس النيجري المعزول بتهمة الخيانة العظمى لافتا الى ان الرئيس البازوم انتخب بشكل ديمقراطي من الشعب ولا يمكن للمجلس العسكري تحدي ارادة الشعب ودعا الى الافراج الفوري عنه وصون الحريات في البلاد التقارب المصري التركي والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وضعت حدا لسنوات طويلة من القطيعة بين القاهرة وانقرة انفراجة دبلوماسية فتحت طريقا لايجاد الصيغة للتفاهم بينهما لادارة الملفات الخلافية العالقة من جانب وتعزيز العلاقات الاقتصادية من جانب اخر هذا التقرير لخالد ابو عرب رحلة التقارب التي قادت العلاقات بين القاهرة وانقرة على مدار عامين انهت عقدا كاملا من الجفاء والتراشق ورغم وجود ملفات لا تزال عالقة ادى هذا التقارب الى فتح صفحة جديدة ستساعد في حلحلة كثير من الملفات الخلافية كالملف الليبي وغاز شرق المتوسط والوجود التركي في دول عربية كالسوريا والعراق الى جانب ملف الاخوان الذي يرى مراقبون ان تركيا اعطته الاولوية لاثبات حسن نواياها تجاه علاقاتها مع مصر والذي تبلور في اجراءاتها الصارمة تجاه عناصر الاخوان الموجودة على اراضيها نجد ان تركيا قطعت اشواطا مهمة سلمت بعض العناصر قامت بوقف منح قيادات اخوانية الجنسية او الاقامة اوقفت منصات اعلامية وسياسية للاخوان داخل تركيا كل هذه كانت اشارات ايجابية قبلها الجانب المصري وهذا نعكس على العلاقات الاقتصادية وحتى وان لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا كثيرا خلال سنوات القطيعة الا ان عودة العلاقات بينهما ساهمت في دفعهما الى تدشين مرحلة جديدة من التعون الاقتصادي اذ يطمح الجانبان الى رفع مستوى التبادل التجاري من 10 مليارات دولار سنويا الى 20 مليار دولار خلال خمس سنوات الى جانب دراسة استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بينهما بالاضافة الى عودة الاستثمارات المشتركة في مجالات عديدة اعتقد ان هذه العلاقات الودية بين التقومتين ستدفع التبادل التجاري الى مستوى يفوق 15 مليار دولار بين القاهرة وقنا كذلك سيتضعف عدد الشركات العاملة التركية العاملة في مصر الى مستوى 1000 شركة وربما اكثر في مجالات كثيرة في مجالات الغزل والنسيج والطاقة وغير ذلك وبحسب مراقبين فان التقارب المصري التركي ورفع منسوب الثقة بينهما سيدفعهما الى خلق مصالح مشتركة وسيسهم في حلحلة كثير من القضايا الاقليمية الخلافية ليس بينهما فحسب بل في المنطقة وهو ما يضمن للدولتين تحقيق اكبر مكاسب استراتيجية ممكنة جهود دبلوماسية على مدار عامين توجد بتقارب مصري تركي بعد عقد كامل من الجفاء تطور يرى مراقبون انه نجح في ايجاد صيغة للتفاهم بينهما لادارة القضايا الاشكالية العالقة وسيسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في المرحلة المقبلة خالد ابو عرب القاهرة الميادين اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان القوات الاوكرانية خسرت على محورين فقط خلال اليوم الماضي اكثر من اربعمائة عسكرية الدفاع الروسي اكدت صد سبع هجمات على محور كابيانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية مشيرة الى ان قواتها اسقطت طائرتين اوكرانيتين من طراز سوخ 25 اضافة الى 36 مسيرة خلال الساعات الاخيرة في هذه الاثناء افادت صحيفة واشنطن بوست بان تقييمات استخبارية سرية امريكية تتوقع فشل الهجوم الاوكراني المضاد في تحقيق هدفه الرئيسي بالوصول الى مدينة ميليتوبول جنوب شرق البلد واضافة الصحيفة ان ذلك سيعني انكيا فألا تحقق هدفها الرئيسي المتمثل بقطع الجسر البرى الروسي الى شبه جزيرة القرم هذا العام واشارت الى ان هذا التقييم المحبط يستند الى الكفاءة الروسية في الدفاع عن الاراضي التي استولت عليها من خلال حقول الالغام والخنادق بضلب من روسيا بحث مجلس الامن الدولي مثالة زيادة تسلح في حرب اوكرانيا كما ونوعا بما ينذر بتصعيد الصراع الى مستويات اشد خطرا ويحد من امكان التوصل الى حلول سلمية نيسار عبود والتفاصيل الحرب في اوكرانيا تزداد ضراوة والسلاح الاشد فتكا يتدفق على الميدان عابرا محيطات وقارات ومتجنة تجاوزا كل القوانين والمحاذير الانسانية والذخائر العنقودية احدى مظاهره اود التأكيد هنا ان الانباء المتعلقة بنقل واستخدام ذخائر عنقودية يبعث على القلق الشديد فالناتق باسم الامين العام دعا الى جعل هذه الذخائر من التاريخ والى عدم استخدامها بتاتا وبعكس القواعد الاممية في فضل النزاعات بالسبل الدبلوماسية سباق التسلح يمضي على قدم وساق في حرب غير باردة دول النيتو قدمت حتى الان اسلحة بقيمة 40 مليار دولار الى اوكرانيا خلال هذا الصراع هذه الاسلحة تجهز على اي فرص للحلول السلمية كثير منها وصل الى السوق السوداء ووقع في ايد عصابات المخدرات والمنظمات الاجرامية وبأيد عناصر نازية وفاشية داخل القوات المسلحة الاوكرانية البيت الابيض طلب ارسال اسلحة جديدة بقيمة 24 مليار دولار بعد اجماع على اخفاق الهجوم الاوكراني المعاكس ان حرب الناتو بالوكالة حتى اخر اوكراني تحول اوكرانيا عمدا الى منطقة غير صالحة للسكن الى حقل تجارب ملوث بالاشعاعات النووية والذخائر غير المنفجرة قرار لندن وواشنطن ارسال ذخائر اليورانيوم المنظف والقنابل العنقودية اصاب المجتمع الدولي ومن ضمنه دول الناتو بصدمة لكن واشنطن تمضي في شحن الاسلحة الى كييف وتحمل روسيا المسئولية ان الاسلحة الغربية المقدمة الى اوكرانيا لحماية الاوكرانيين من البطش ليست سبب الحرب ولا تطيل امدها فالمسئولية تقع على عاطق الكريملين وحده وسواء اناجحت القوات الاوكرانية في هجماتها ام اخفقت يبقى المستفيد النهائي من مواصلة القتال شركات السلاح التي تجني ارباحا خيالية من تصعيد قد يصل لحد تهديد بقاء البشرية باكملها نزار عبود الامم المتحدة نيويورك الميادين بلهجة تحذيرية غير مسبوقة فتوجه رئيس بيلاروسيا اليكساندر لوكاتشينكو الى اوكرانيا اذ شنت اي عمل على بلاده فقال لنستخدم الاسلحة النووية فحسب واذا تجاوزتم الخطوط الحمراء سنضرب مراكز سمع القرار من دون سابق انثار كما قال ليست بيلاروسيا بعيدة عما يجري في الميدان الاوكراني صحيح انها ليست طرفا مباشرا في الصراع لكن وهج الحرب لا بد ان يصل اليها في ظل شراكة كاملة مع موسكو وتصاعد التوتر مع الغرب حيث اعربت مينسك في عدة مناسبات عن قلقها من العسكرة الجارية في بولندا الجارة ودول البلطيق وفي ظل تطورات الصراع يعبر رئيس بيلاروسيا اليكساندر لوكاتشينكو عن موقف بلاده بالقول ان مينسك لن تدخل في اي اعمال عدائية ضد كييف اذا لم تعبر حدود بيلاروسيا محذرا من توجيه ضربة قاسمة لاوكرانيا لن تتحمل تداعيتها اذا اعتدت على بلاده اذا شنت اوكرانيا عدوانا علينا سنستخدم ضدها ليس السلاح النووي فحسب لدينا اشياء اخرى ونحن لن نحذركم انه اذا تخطيتم الخطوط الحمر سنوجه ضربة الى مراكز صنع القرار من دون اي تحذير ولذلك لا تمسونا التحذير يخص اوكرانيا كما هؤلاء المجانين في الغرب الذين يستعدون لذلك الموقع الجغرافي لبلاروسيا منحها بعدا سراتيجيا في منطقتين شمال شرق اوروبا والبلطيق فهي تشترك في حدودها مع اوكرانيا وروسيا وثلاث دول من حلف شمال الاطلسي منها بولندا وبالتالي هي المنطقة الفاصلة بين دول الناتو والمجال الحيوي لروسيا التي تعد مينسك من النحية الاستراتيجية مهمة لجهودها العسكرية الانظار باتت تتجه الى بلاروسيا اكثر من قبل اطراف الصراع الدولي بعد اندمام فنلندا الى الناتو ومع اقتراب اندمام السويد اليه ايضا فاي دور عسكري يمكن ان تلعبه مينسك في المواجهة الحالية في اوكرانيا من جهة وفي المواجهة الروسية الاطلسية من جهة اخرى من جهتها اعرابت الحكومة اليابانية عن مخاوف عميقة بشأن ما تصفه باستعراض للقوة من جانب الصين وروسيا وذلك بعد رصد 11 سفينة محرية صينية وروسية عبر المياه قرب جزر اوكيناو اليابانية الجنوبية وقد اجرت السفن البحرية الروسية والصينية دوريات مشتركة في المحيط الهادئ وتجري مناورات بحرية في بحر الصين الشرقي بحسب ما قالته وزارة الدفاع الروسية واضافت ان السفن تحركت لمسافة تزيد عن 6400 ميل بحري منذ بدء الدوريات على خط موازن ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج اون بمحاولات جعل منطقة اسيا والمحيط الهادئ ساحة معركة للمنافسة الجيوسياسية ودع قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذين يجتمعون في كام ديفيد اليوم الى السعي للسلام إلى الحرب في مواجهة الوضع الامني والدولي المضطرب يجب على جميع الاطراف التمسك بالمفهوم المشترك للمجتمع الامني والالتزام بالتعددية الحقيقية والعمل معا للاستجابة لجميع أنواع التحديات الأمنية ينبغي لأي دولة أن لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى أو على حساب السلام والاستقرار الإقليميين تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصنا للسلام والتنمية ومكانا واعدا لتنمية التعاون وينبغي أن لا تصبح ساحة المعركة للمنافسة الجيوسياسية إن محاولة تجميع دوائر صغيرة أو مجموعات صغيرة مختلفة معا لجلب المواجهة بين المعسكرات والجماعات العسكرية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ محاولة لا تحظى بشعبية ولا بد أن تؤدي إلى اليقظة والمعارضة من دول المنطقة التمدد اليميني العالمي يكتسب أرضيه أي نتائج لغضب الغالبية العظمى من الناخبين من الطبقة السياسية واليأس من البتائل من غير الممكن أن يدير العالم ظهره لثورة اليمينية العالمية المتصاعدة أبرز الأصوات ارتفع في إيطاليا منذ عام 2018 من يتأشار هذا الصوت تردد في أنحاء العالم لكنه اكتسب أهمية خاصة في أوروبا وفي جميع أنحاء الغرب حيث سئمت الغالبية العظمى من الوضع الراهن وعمى الغضب من الطبقة السياسية وبتت تبحث عن بدائلة لم تستبعد منها خيار الهجرة الهجرة حتى من الوجهة الأولى للمهاجرين في جميع أنحاء العالم الولايات المتحدة هربا من غلاء المعيشة والضرائب وتدهور الوضع الاقتصادي والعنصرية والتغيرات الثقافية وتفلت السلاح قرار ريتشارد الرحيل طمعا بحياة أكثر استقرارا يتشارك ريتشارد كثيرين غيره من الولايات المتحدة وأوروبا لاعتقاد بأن المجتمع محطم وأن اقتصاد ما بعد الصناعة والعولمة بشكل عام لا يعملان لصالحهم كما طلعتنا صحيفة تليغراف البريطانية تحدثت عن غضب عارم من التغيرات الثقافية والاجتماعية وتكنولوجية الهائلة التي يشعرون أنها فرضت عليهم تصف التليغراف هذه الفترة بالأطول لخيبات الأمل الشعبية الطويلة منذ الثورة الصناعية وظهور السياسة الديمقراطية لذلك اكتسبت الثورة اليمينية أرضية فإلى جانب الإيطالية ماليني ارتفع في هولندا صوت حزب المزارعين وفي جميع أنحاء القارة بما في ذلك الدول الإسكندنافية حيث تتبنى الأحزاب الرئيسية سياسات متطرفة بشأن الهجرة تشهد اللغة العربية شعبية متنامية في الصين حيث يقبلوا الصينيون بشكل متزايد على تعلمها وإجادتها فما الأسباب؟ وما هي الصعوبات التي تواجههم؟ تقرير مفاد الميادين للصين أحمد عبد الله لماذا يحب الصينيون تعلم اللغة العربية؟ سؤال سيجيب عليه فوزي ويارا شاباني صينيان قررات تعلم اللغة العربية رغم صعوبتها فما قصتهما؟ اختارت صينيان يارا اسما لها بعد غوصها في تعلم اللغة العربية يارا من بين مئات الطلاب الصينيين الذين اختاروا خوض هذا التحدي الصعب اللغة العربية وبرغم قلة عدد حروفها مقارنة بالصينية مثلت مهمة شاقة للطلاب الصينيين وخاصة أن نطق بعض الحروف على نحو سليم كان ولا يزال معضلة لغالبية المتحدثين بالعربية من الصينيين أعتقد أن اللحجات بين دول العربية مختلفة تماما ولكننا نتعلم الفصح فقط فسعب علينا أن نفهم اللحجة العربية مبادرة الحزام والطريق الصينية مثلت بدورها فرصة ذهبية لدارس اللغة العربية في الصين في ظل ازدهار العلاقات مع الدول العربية من عكس إيجابا على مستقبل تدريس هذه اللغة في الصين وأسعب الحرف لي هو قاف وأيضا عين نعم صعب جدا فوزي الاسم العربي لشاب صيني اختار هو الآخر تعلم اللغة الضغط سنتان ونصف سنة كانت كفيلة بجعله يتحدث اللغة العربية بلكنته الخاصة اسمي العربية فوزي واسم السيني تي جانحو واخترت اللغة العربية في الجامعة بسبب لأول مرة سمعت اللغة العربية وأعتقد هذه اللغة مثل موسيق جميل جدا هكذا يشهد تعليم اللغة العربية في الصين نشاطا مكثفا حيث يمكن للراغبين في دراستها حاليا الالتحاق بنحو سبعين جامعة ومعهدا في أنحاء البلاد ويتخرج منها سنويا ما يزيد على ألف طالب في عموم الصين أحمد عبدالله بكين الميادين المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة